أقلعت فجر اليوم طائرة جزائرية باتجاه جمهورية التصين الشعبية لترحيل الرعاية الجزائريين المقيمين في مدينة ووهان وعددهم ستة وثلاثون أغلبهم من الطالبة وكان رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون قد أمر بإعادتهم إلى أرض الوطن حفاظا على صحتهم كما سيعود على متن الطائرة نفسها عشرة رعاية تونسيين بناء على طلب سلطات بلادهم وتحمل معها الطائرة المغادرة هبة من الجزائر لمساعدة السلطات المحلية على مواجهة انتشار حما فيروس كورونا الجديد في مقاطعة ووهان وتتألف هذه الهبة من خمسمائة ألف قناع ثلاثية طبقات وعشرين ألف نظارة وقائية وثلاثمائة ألف قفاز واستجابة لطلب سلطات الليبيات أمر رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بترحيل طلب الليبيين من مدينة ووهان الصينية باتجاه الجزائر على النفس الطائرة التي تقل طلب الجزائريين والتونسيين الذين سبق لرئيس الجمهورية أن أمر بترحيلهم حماية لصحتهم بعد انتشار فيروس كورونا بهذه المقاطعة الصينية أسألها